السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم اصدقائي ومتابعين على قناة فيتسي وورلد عالم البيتكوين طبعا فيديو جديد على قناتنا القناة المهتمة باخر اخبار العملات الرقمية طبعا اصدقائي في هذا الفيديو راح تكلم عن رفع الفائدة او عن جنسة البنك الفيدرال الامريكي لرفع الفائدة ورح نتكلم على تأثيرات رفع الفائدة على البيتكوين وصوق العملات المشفرة وطبعا اصدقائي راح تكلم كمان عن تغريدات غنبالا الون موسك امن من برش الفيديو الزقائي باتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتضعوا اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية ولا تنسى تنضم لقناتنا على تليجرام احترق لك الرابط اسفل الفيديو خليكم معنا لبعد الانترو طبعا الزقائي الزيادة بنسبة 75 نقطة اساس لحتى تصير الفائدة 1.5 او 1.5% الى 1.75% على الفائدة يعني ارتفاع كبير بالفائدة طبعا الزقائي الفائدة كانت 1% من اخر جلسة وهي جلسة يوم 2.5 واليوم ارتفعت الفائدة بنسبة 75 نقطة اساس 1.75% حاليا هاي هي الفائدة طبعا من هون الى نهاية الصيف رح ترتفع الفائدة الى الـ 2% ومن هون الى نهاية العام او بداية عام 2023 الفائدة رح تصير ما بين 3.5 الى 3.8% هاي هي الفائدة المتوقعة طبعا حسب كلام رئيس البنك الفدرالي الامريكي طبعا الزقائي بعد انتهاء الجلسة البنك الفدرالي الامريكي ارتفع البيتكوين تقريبا 1000 دولار ولمس البيتكوين تقريبا الـ 22.3 مية وحاليا سعر البيتكوين بالـ 21.6 مية وحاليا فريم الواحد يوم او فريم الوان داي طبعا بهذه الشمعة في يوم 2.5 او 2 مايو هاي يوم قرار جلسة البنك الفدرالي الامريكي طبعا بعد ما طلع قرار البنك الفدرالي الامريكي على فريم اليوم اجتنا شمعة حمراء بسيطة وبعدها صار عندي ارتفاع طبعا ارتفع البيتكوين تقريبا من الـ 37.000 الى الـ 40.700 طبعا اصدقائي بعض المستثمرين انغشوا بهذه الشمعة بهاي الشمعة انغشوا كثير طبعا وبعدها شفنا هبوط بالبيتكوين من الـ 40.000 الى الـ 26.600 طبعا وصلنا نمشي بشكل عرضي الى يومنا هذا طبعا احنا اليوم في بعض الهبوط الكبير اللي صار بعد ما هبطنا من منطقة الـ 31.000 حاليا نحنا من منطقة الـ 21.600 طبعا اصدقائي بعد قرار البنك الفدرالي الامريكي بتوقع يصير نفس النموذج اللي صار في المرة السابقة يوم 2.500 بتوقع الشمعة وبعدها هبوط الى منطقة الـ 15.000 او 15.500 طبعا لحد الان اصدقائي ما في تحركات كبيرة بسوق العملات المشافرة لكن قرار البنك الفدرالي الامريكي برفع الفائدة بالتأكيد رح يأثر بالسلب على سوق العملات المشافرة طبعا اصدقائي والفائدة رح تتم ترتفع لحتى يقل التضخم طبعا نسبة التضخم كانت حالي جدا وهذا الشي اللي يخلى البنك الفدرالي الامريكي يرفع الفائدة ورح يتم يرفع الفائدة لحتى تقل نسبة التضخم حاليا مثل ما قلنا الخطوات الخطوة الاولى اللي تم اجتيازها اللي هي 1.7 من 10 فائدة طبعا والخطوة الثانية 2 بالمية فائدة والخطوة الثالثة ثلاثة ونصف بالمية فائدة طبعا هاي ثلاث خطوات لازم تنتهى خلال هذا العام يعني قبل بداية عام 2023 طبعا اصدقائي نزل معدل النمو الاقتصادي بنسبة كبيرة جدا يعني نزل من 5 بالمية الى 2.8 بالمية هذا النمو الاقتصادي اما اصدقائي بالنسبة لتغريدات ايلون ماسك في عندي تغريد بنشره اليوم ايلون ماسك اللي هي مكتوب عليها كريبتو نايت او ليلة الكريبتو تغريده غريبه اصدقائي ممكن يكون يحضر للشي كبير بسوق العملات المشفرة او ممكن يرفع من سعر العملات المشفرة او ممكن تكون مجرد فخ لجلب المستثمرين والاطاحة بهم داخل سوق العملات المشفرة لهكا اصدقائي تغريدات ايلون ماسك بعد معرفنا من السابق انه تلاعب كثير بأسواق العملات المشفرة التلاعب بالدوش كوين بيشيبه اليهم حتى في البيتكوين بسبب تغريداته المجنونة لهكا اصدقائي تغريدات ايلون ماسك مضاعب يجيب نتيجة مثل السابق طبعا بالسابق اذا ذكر ايلون ماسك فقط اسمه البيتكوين بيشوف ارتفاع كبير بيصير بالبيتكوين لكن حاليا اي تغريده بنزله ايلون ماسك على سوق الكريبتون بمشوف علي اي حركة او اي ردة فعله اما اصدقائي تغريده بنزله شفته اليوم ليلون ماسك طبعا ايلون ماسك قبل 11 شهر من الان تقريبا بتاريخ 14 سبعة 2021 نشر ايلون ماسك هاي التغريده على تويتر طبعا مكتوب فيه عبارة عن ارقام عشوائية بدون اي دليل عن ما هي هذه الارقام او بدون ذكر سبب او اسباب هاي الارقام طبعا اصدقائي اذا من لاحظ هاي الارقام فهاي الارقام قريب كثير الى قيعان وقمم البيتكوين حاليا نحن في منطقة ال 20.000 دولار لكن الغريبة اصدقائي انه منطقة ال 20.000 دولار ما كنا بعام 2021 هل ممكن انه ايلون ماسك عفرجينا القيعان والقمم القادمة للبيتكوين هل ايلون ماسك بيعرف بالقيان والقمم القادمة للبيتكوين واذا كان بيعرف بالقيان والقمم هل هذا يعني ان سوق العملات المشفرة يتحكم به ايلون ماسك تلقائيا او بشكل كامل طبعا اصدقائي اسئلة الكثيرة رح يتم اجابة عليهم اذا تم ارتفاع البيتكوين الى ال 74.000 دولار اصدقائي حكمكم وصلنا هاي الفيديو واتمنى هالفيديو يكون العجبات لا تنسى تشترك في القناة وتفعيل زر الجرس وتضغط على لايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية مع السلامة ودمتم الخير